كابتن حاليك روحت شفت التجمع الخامس المقر النادي الألي في التجمع الخامس اه منساكن هناك اه منساكن في التجمع روحت واللي افتتاحها الاول الشهر واحد ستة ان شاء الله اه كابتن اعلى عن كده لا حاجة مدلعينهم اوه حلو اوه يا كابتن مدلعين الدنيا اوه انت هتروح هناك برضه ولا هتروح هناك هتروح هناك برضه اه اشتشوفك يعني لا لا هناك حيبقى قرب طبعا ده مفيش 3-4 دقائق من البيت يعني والله اه حاجة حلوة جدا انا كابتن بيك اه انا مرحتش لسه لا حاجة معمولة يعني اه ديزاين علامي كده واماكن كتير خضرة واماكن كتير لمناطق التدريبات والملاعب اي طبعا كان عندك بقى مساحات استغلتها كويس اه شكل كويس شكل شيك قوي يلا العضاء يستمتعوا بقى هناك في التجمع هتبقى حاجة بيقولوا عملاقة حاجة عالمية حاجة 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 وخمسين فدان يعني بعدين انا احفادي بقى كلهم قريبين من مني حوالي حوالي اه ما انت معادهم حواليك تعملت ورفض كل العروض بعدين لا حاجة للأمر ده ماشي فسيل يا حبيبتي حتى تقعد معي المارضة وتقول لنروحنا دي بكرة وتقول لنروحنا دي بكرة لسه أسبوع كمان أسبوعي معلش بس انت حاجة ممكن تروح تتفرج يعني احنا نروحنا رحنا نروح تكذا ما فيه يعني حصل نصف تتاحي يعني كده وفيه يعني شغال شوية ولكن اللي فتحت الكبير بقى في في واحد ستة ان شاء الله واحد ستة ان شاء الله المقرات النادي الأهلي في كل مكان يعني الناس بتسأل تجمع الخامس مقر الشيخ زايد مقر مدينة نصر مقر ثم المقر الرئيسي الجزيرة الجزيرة طبعا عندك في كل مكان الحمد لله مقرات كلها زي ما حضرتك شايف كده يعني طبعا الأجدد دائما بيكون الأحلى لا هو الأجدد عشان بيبقى فيه يعني حصل تفارات في المسالة الانشائية صحية والمساحة بتديلك فرصة ان انت تعمل حاجات يعني مدينة الأطفال اللي معمولة في التجمع حاجة ديزني لند شابه يعني جايبين الألعاب كده حديثة وبتاعه حاجات كويسة والمناطق الخضرة يعني سلي هتتبسطي طبعا هتتبسط طبعا ترجمة نانسي قنقر